موعد النشاء الجوبية أهلا بكم مشاهدين موجة حر تبقى تخوص أغلب المناطق الشمالية خاصة الداخلية الغربية والشرقية خلال يوم الخميس بإذن الله نبدأ نشطنا الجوبية بصورة القمر الإصطناعي توضح الناس فواستقرار على المناطق الشمالية حركة الرياح قد تصل إلى 40 كم في الساعة على الولايات الجنوبية مرفوقة بتطاير زوابع رملية توقعات الوظاية الجوبية إن شاء الله خلال صباحة يوم الخميس إذن تقسى يكون مشمس ومستقر فيما يخص أغلب ولاية الوطن مع تشكل الضباب الكتيف على السواحل الوطنية توقعات درجات الحرارة الدنيا حوالي 19 درجة بالجزائر العاصمة والبليدة 18 درجة التي زي بزو نفس المقياس بعين الدفلة 17 درجة بمغنية وتلمسان أم البواقر 14 درجة برج بوعري ريج نفس المقياس 16 درجة لكل من عنابة وجيجل 17 درجة لإليزي وجانات 21 درجة بإنصالح نفس المقياس بكل من بشار وتندوف وكذلك بأقصى الجنوب الجزائري أما توقعات حالة التقس خلال ظهيرة يوم الخميس الوظاية الجوبية تبقى دائما مستقرة مشمسة مع تقس حار وخانق على المناطق الداخلية أما بخصوص توقعات درجات الحرارة القصوى فتبقى مرتفعة 38 درجة كعلى مقياس بشلف غنيزان كذلك مغنية لمسان ومعسكر حتى بعين الدفلة 28 درجة بوهران 34 درجة على الجزائر العاصمة 28 درجة على قسنطينة وسطيف أيضا بأم البواقي 27 درجة على تبسة وخنشلة 31 درجة على قلمة والسوق هراس 29 درجة بالنسبة للوادي والمغير كذلك على إليزي وجانات 30 درجة ببشار وبني عباس 35 درجة إن شاء الله على تندوف 34 درجة بإنسا لحوة أدرار 29 درجة بالنسبة لولاية تمنرس حالة البحر سيكون قليل الاثتراب الرياح ستتراوح بين 20 إلى 40 كم في الساعة الرؤية متوسطة اتجاه الأمواج شمالي شرقي وعلو الأمواج بين أقل من المتر إلى المتر على طول الشريط السحلي وقبل ما نختم نشرتنا لانهار اليوم نتوجه بكم إلى ولاية تيبازا إذن تقسى يكون مشمس ومستقر خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة الدنيا مع أسباح تتراوح بين 19 إلى 21 درجة والقصوى بين 27 إلى 33 درجة سرعة الرياح فيها لن تتعدى 20 كم في الساعة والرضو بحوالي 35% في الأخير نختم نشرتنا الجوية بورقات المعلومات الفلاكية لتخص شروق وغروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن إذن مشاهدين كانت هذه توقعات حالة التقس خلال صباحة وظاهرة يوم الخميس إن شاء الله أشكركم على كرم الإسرائي والمتابعة في مانيلا